أمورة نيابية خامسة للبرلمان في العراق والنواب ما زالوا يدورون في حلقة مفرغة لا قوانين مفيدة شرعت ولا أمورتهم حياة المواطنين نوق شد وفي الوقت الذي يشهد فيه العراق أشد مراحله تدهورا من كل النواحي ويعاني المواطنون من أزمات اقتصادية خانقة وبطالة مرتفعة وتضخم في السوق بسبب تقلبات أسعار صرف الدولار ينشغل البرلمان بالمساومات الحزبية والصراعات السياسية استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات أما اللجان النيابية فليس بجعبتها سوى ذكر المشاكل ووجوه الخلل في العمل الحكومي دون أن تكون هناك محاسبة أو مساءلة حقيقية للمسؤولين من وزراء وأصحاب درجات خاصة برلمانيون باتوا على قناعة تامة بأن دور البرلمان معطل مقررين بأنه لم يحقق أي خطوة نجابية منذ دورته الأولى فهذا عضو لجنة النزاهة البرلمانية هادي السلامي يؤكد أن المجاملات السياسية أدت إلى تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب وغياب الاستجوابات ومن داخل البرلمان كذلك تذكر مصادر أن ما يجري من استدعاء مسؤول واستجوابه لا يعد أن يكون إجراءا روتينيا لا يؤدي بالنتيجة إلى اتخاذ قرار فعال كما أن مفاهيم توزع السلطات في العراق مجرد تنظيم هيكلي في ظل انفراد الجهة السياسية المدعومة من الميليشيات بكل السلطات الحكومية من جهتهم خبراء السياسيون ذكروا أن البرلمان مجرد سوق لتخادم المصالح والصفقات السياسية من أجل حماية الفاسدين وتوفير غطاء سياسي لهم لا سيما في ظل وجود أعداد كبيرة من الأحزاب وغياب الروح الوطنية ومصلحة الشعب العلاقة بين البرلمان ومصالح الشعب العراقي معدومة وما المقاطعة الشعبية الشاملة للانتخابات الأخيرة إلا تعبير صريح عن انعدام الثقة بين المواطني والنائب